هنتكلم يا جماعة عن فتح الواتساب على جهاز الكمبيوتر. نفتح ايه متصفح كده سواء جوجل كوروم او اي حاجة. ونكتب كلمة واتساب العربي عادي او بالانجليزي. نختار. واتساب. نبدأ ندوس عليها. بيفتح معنا كده حاجة اسمها واتساب ويب. نختار الاختيار اللي هو واتساب ويب. نبدأ ندوس عليها. يبدأ يحمل صفحة جديدة كده معنا. واتساب ويب يا جماعة فتحه بيكون تيل شوية يعني نصبر عليه شوية. انه في العارب بيكون تيلة عما بيبدأ يحمل عشان بدينا بار كود. بدينا صفحة فيها البر كود والتعليمات عالشمال. اوبن واتساب النيور فون. افتحها واتسابعة التليفون بتاعك. تاب منو ار سيتنج. ان تسليكت لينكت ديفيس. ماشي. تاب اون لينك ديفيس. بوينت تور فون. ونزيس كرين تو كابتشر زا كيو ار كوت. دي جماعة ايه? هنشرح لوقتي بالتفصيل. هنعمل ايه? بيبدأ الكيو ار كود كده بيبدأ يحمل على يمين. نسيب الكود لما يحمل. بياخده وقت شوية. على ما اجمع البار كود. طبعا حسب سرعة النت يعني. السفاف الغالب بيكون تقيد شوية يعني نصب شوية. لحد ما تزر علامة البار كود. بعد كده هننتقل لعدادات الواتساب على التليفون نفسه. عشان نعمل مزامنة بين التليفون وبين جهاز و الكمبيوتر. لسه بيجمع. تزر علامة الاول وبعد كده بيزهر البار كود على الشاشة. زهر كده البركود اهو معنا زهر البركود. ننتقل ل التليفون بعد كده. خش على واتساب. بعد كده نفتح واتساب من الاول كده. ده الواتساب. بندوسها على ثلاث نقط اللي فوق على يمين. ندوس عليهم. خش على اخترار في النص. بعد كده ندوس على بعد كده في بصمة طبعا بيطلب من البصمة بتاعت التليفون. بادوس على البصمة وبعد كده بيفتح معي على الكاميرا. عشان خاطر نقرب الكاميرا بالبركود زي كده. ويبدأ بعد كده ايه بيعمل مزامنة بين التليفون وجهاز الكمبيوتر. وبكده بيفتح الواتساب على التليفون معنا بس ايه بياخد وقت شوية عما بيبدأ افتح معنا. بقى كده نستخدم الواتساب على جهاز الكمبيوتر لكن مفتوح على التليفون تمام. ممكن تبعط ملفات او تستعب الملفات كأنه مفتوح معك على التليفون بالزبط.